من جديد أهلا بكم في شير دراسة جديدة تقول نتائجها إن حوالي 60% من شباب جيل ما بعد الألفية أو جانريشن زي مدمن على الريلز ويقضي متوسط ثلاث ساعات يوميا في مشاهدتها ثلاث ساعات مشاهدين وقت كاف لمشاهدة فيلم وحلقة من مسلسل أو لقراءة أكثر من 100 صفحة أو حتى لمقابلة صديق فكيف يدمن الشباب على الريلز وكيف تستهدفهم الشركات صاحبة المنصات وما السر وراء الريلز خصوصا هذه الأسئلة سنواجهها لاستشار تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي الأستاذ محمد الحارثي سيد محمد أهلا بك معنا عبر شاشة الغد بداية يعني ليس سرا أننا كلنا بتنا مدمنون بشكل أو بآخر على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ما سر في الريلز في هذه الفيديوهات الصغيرة تحديدا أو القصيرة لماذا عندما نشاهد أي من تلك الفيديوهات نريد تلقائيا المزيد ولا نتوقف وتمر الساعات بشكر حضرتك طبعا تصليت ضوء على هذا الموضوع المهم وخليني هبدأ من بتاريخ منصات التواصل الاجتماعي في بداية يعني إطلاق منصات التواصل الاجتماعي يعني تحديدا الفيسبوك ويوتيوب وخلافها من المنصات كان يمكن لو هتكلم على فيسبوك كان البداية أو كان البطل يعني في التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي عن طريق الكتابة بعد كده الحقيقة انتقل التفاعل من الكتابة إلى صورة ثابتة ومن ثم بعد كده التعامل على عبر الفيديو خلينا ننتقل كمان من المحتوى المصور السابت إلى المحتوى التفاعلي والفيديوهات أصبح الحقيقة الآن يعيش هذا الجيل تصفح أو بطريقة التصفح اللانهائي وده السبب أن هم بحقيقة بياخدوا عدد ساعات كبيرة جدا حركة ذكرتي ثلاث ساعات وطبعا ده المتوسط ولكن الأعداد الفعلية قد تزيد بنسبة 30% عن هذا الرقم وخلينا أقول كمان من بداية إطلاق يعني يمكن خدمات الفيديوهات القصيرة وإحنا شفنا اللي هي معروفة بريلز سواء في سبوك وإنستجرام وطبعا شورتس أو يعني خدمات شورتس أو الفيديوهات القصيرة من خلال يوتيوب وتيك توكر حقيقة ده غير فيه سلوك المستخدم هذا الجيل أصبح النواب يتصفح بشكل النهائي والعجيب كمان أنه لا يكمل يعني كان البداية حتى إطلاق خدمات الريلز أو فيديوهات القصيرة لأن السلوك المستخدم أو هذه الفئة العمرية لما كانوا بيتفرجوا على فيديو الحقيقة لا يستكمل الفيديو حتى آخره وبالتالي أصبح أن المتوسط اللي هو أقل من 60 ثانية هو ده يعني الأوبتمام أو يعني عنقول أفضل نمط للمشاهدة فبالتالي أصبحت كمان كل الخصائص الخاصة بتطوير المحتوى بقت كلها مبنية على إنتاج محتوى قصير أو فيديوهات قصيرة وبالتالي كمان بقى يضخ الإمكانيات لتركيب موسيقى الخدعة البصرية طبعا اعتمادنا طبعا على تكنيجات الذكاء الاصطناعي واعتماد المنصات التواصل الاجتماعي وتحديدا شوفنا تيك توك على أكثر منصة بتجدد أو بتضخ خصائص في إنتاج المحتوى لأنها تعتمد عليها بشكل أساسي ويمكن كمان أن أصبحت تتبعها لو احنا شوفنا فيسبوك بيتبع بعض الخصائص أو الامتازات الموجودة على تكنك حشان يقدر يواكب ويبكي المستخدمين أو هذه الفئة العمرية مستخدمين نشطين على مدار الساعة طيب يعني كما ذكرت كلما انخفضت مدة الريل كلما زادت المشاهدة له يعني كنا نتحدث عن ريلز طويلة ثم 60 ثانية والآن حتى يعني آخر الدراسات في فيسبوك وإنستجرام وتيك توك تقول أنه حتى أقل من 60 ثانية هو المفضل يعني تتغير بسرعة هذه المعطيات على ما يركز يعني القيمون على ذلك حتى يعلموا كيف يجذبون الناس إليهم يعني كيف نشعر لا تلقائيا أننا نريد مشاهدة هذا النوع من الفيديوهات وتظهر لدينا الفيديوهات التي نريد مشاهدتها يعني كل ذلك هل هو أخلاقي كيف يتم العمل على ذلك على ذهن المشاهد المتابع لهذه الفيديوهات كلينا أقولني في يعني دايما دراسات تتحدث عن هل سلوكنا سابت ولا بيتغير وهل يعني الأنظمة أو يمكن التطبيقات والمنصات تتفاعل مع سلوكنا وكيف يقررون تطوير المناسب لاستخدامنا وهل هم يغيروا من سلوكنا أو لا خلينا أقول القاعدة الذهبية في ده أن تفاعلنا أو تفاعل ديل أو أجيال مختلفة أو فئات عمرية مختلفة مع منصات تواصل التماعي أو المحتوى عموما حتى لو ألعاب إلكترونية أنظمة الذكاء الاصناعي وتكنيجات الذكاء الاصناعي اللي بتعتمد عليها المطورون وأصحاب المنصات المختلفة حقيقة تبدأ ترسد سلوكنا وتغير سلوكنا وتبدأ تعطي يعني زي هنقول أو توصيات للأفضل لزيادة عدد الاستخدام أو زيادة التفاعل مع المحتوى وده ما بقاش قرار بشري هو ده بقى قرار أنظمة التكنيجات الذكاء الاصناعي واللي بيبدأ يشتغل عليه حتى المطورون اللي بيقوموا على تطوير هذه المنصات طيب مع حجم الاستخدام والكم المتراكم من الاستخدام والتفاعل ما بين يعني المستخدمين والمحتوى ينتج بعد كده أنماط مختلفة عن سلوك جديد هذا السلوك الجديد بتبدأ ترسده التطبيقات والمنصات تبدأ بعد كده يتحول إلى خصائص فأنا يمكن زي ما احنا حريكة عراطي يمكن في إحدى يعني في هاي التقارير السابقة المزيع المزيع الافتراضي والزكاء الاصناعي وتلقي المحتوى الاسلوب المختلف هقول لحضرتك مثال الألعاب الالترونية زمان يعني أنا يمكن من جيل التمانينات كنا بنقول أن عندنا مرحلة بتبقى فيه مجموعة مراحل في اللعبة كل مرحلة بتمتد دي يعني مراحل جواها مراحل صعبة جدا ومدة طويلة دلوقتي الألعاب الالترونية بقت كل مرحلة قصيرة المدة زي تطبيقات الزكاء الاصطناعي اللي مبني عليها اللعبة بقت تقدر تتعمل مع السلوب كل مستخدم منفصل وتبدأ تدي له مراحل مختلفة بحيث أنه يلعب بشكل لا نهائي ما فيش حاجة سمعنا وصلت للمرحلة النهائية سيد محمد ما تقوله فعلا مخيف وما نتجه إليه مخيف وأنا أخاف على وظيفتي أيضا داني أسألك طيب طيب حقيقي أنا أقول كلمة دائما البشر مبدعون والبشر سيستمرون ولكن يستخدمون تطبيقات الزكاء الاصطناعي لتعظيم العمل والاستفادة هو يعني نأمل أن يتم الاستفادة منها بالطرق الصحيحة لأنه كل شيء يمكن أن يستخدم في مسارين مختلفين وهنا نقرأ تقارير عدة عن الوظائف التي ستفقد وكيف سيتم استبدالها كيف سيصبح الإنسان ربما أكثر ذكاء على كل حال دعنا نعود إلى الموضوع وأسألك من جديد سؤال البيضة والدجاجة هل الإقبال على الريلز الذي نشاهده سببه استثمار المنصات فيها بشكل أكثر من غيرها أم أنه زيادة الاستثمار سببه الإقبال الكبير على الريلز والناس يعني تحب هذا النوع من الفيديوهات الحقيقة يعني المثالين أو يعني هنقول القاعدتين الحقيقة يصحه تماما وهو أن سلوك المستخدم وإقباله على الفيديوهات القصيرة بعد كده الحقيقة حيشجع المطورين أو يعني من يمتلكوا المنصات إنهم يستثمروا أكثر في هذا النمط والحقيقة كمان هيبدأوا يستخدموا أو يبدأوا يتعاملوا مع هذا الإقبال على أنه يبقى فيه خصائص جديدة تزود من بقاءهم نشطين على المنصات تواصل اجتماعي وهيبدأوا كمان يدخلوا الحقيقة خصائص ويربطوها طبعا بالإعلانات لأن الإعلانات الحقيقة وفلسفة الإعلانات شكلها يختلف كثيرا الفترات القادمة فبالتالي الثلاث ساعات اللي احنا منتكلم عنهم هو غير كافي بالنسبة لي جني كثير من الأموال عبر الاستثمار في تلك المنصات هو القاعدة الأساسية والذهبية زي محرك يعني زي ما احنا بيقول كمصريين البيضة ولا الفرخة لا هنتكلم أن الاتنين كنز بالنسبة لمطور المنصة لأن الحقيقة عدد الساعات عدد ساعات المستخدمين النشطين بيعملوا ايه كمان وسلوكهم داخل المنصات والتطبيقات هو ده الأساس والحجم التفاعل مع الفيديوهات والفيديوهات وإحنا شفنا بعد كده الفيديوهات التفاعلية وداخل هذه الفيديوهات الاعلانات هتوبس ازاي وإحنا شفنا كمان تغيروا حاجة لو يمكن مش كلنا البعض ما ياخدش باله منها أن أنا ممكن بدخل على حساب على منصة الفيسبوك واتفرج على فيديوهات الخاصة بحساب معين أو قناة فضائية معينة بلاقي بين كل فيديو وفيديو في اعلان لأن نظام التصفح الحقيقة ما بقاش بس الاعلان عن طريق الفيديو بس ده بقى كمان بين كل فيديو فيديو في فيديو اخر لإعلان قصير فأصبح انه عايز استغل حتى الجاب أو الفرق ما بين تصفح الفيديو الأعلى للفيديو اللي تالي في اعلان في النص حتى لو هو في حاجة اسمها مجرد انه مجرد الثانية انه شافي الاعلان ده حاجة اسمها الامبريشن ده بيترجم بعد كده لي ان أنا عندي كام امبريشن حصل أو يعني لكام مستخدم اشكرك استشاري تكنولوجيا المعلومات والعلام الرقمي محمد الحارثي شكرا جزيلا لك موسيقى موسيقى